بلك برضو شخصيتك عماد يمكن قبل ما نعدنا نتكلم في السوبر الأفريقي وكده بس يعني هو كان من زمان يبان لأي حد ان انت مثلا اسمتك الشخصية كانت بتقول ان انت هتبقى مدرب يعني انت لازم بعد ما اتبطل تبقى مدرب وحتبقى مدرب قوي الشخصية وده لمسناه وشوفناه في الفرق اللي انت دربتها يعني دربت فرق يعني معظمها جماهيرية يعني انت مرنت في التحاد السكنداري ومرنت طبعا ولايتين في المقوين العرب مسكت طنطا مسكت الشرقية مسكت اسوان وكل الفرق دي كان لك بصمة فيها وكانت الناس متنبئة بالموضوع ده من وانت بتلعب لان سمتك الشخصية كانت مودية كل الناس انها تقول ده لازم يبقى مدرب والله طبعا ده فضل ربي صحوانه وتعالى يعني وانت عارف ان بعد الكورة يمكن الواحد ما كانش بيختار الاول ما كانش بيفكر ان هو ازاي هيبطل يعني لما تجيه موضوع التبطيل فجأة بعد الاصابة فكان اختيار النادي الاهلي ان انت تكون في الكارير الاداري اكتر يعني وان ان انت تستعد ان انت تكون في الشق الاداري واشتغلت في الاداري خمس سنين اربع سنين في النادي الاهلي وست شهور او اكتر من ست شهور مع كابتا حسامر بادري مدير كورة في النادي الماريك السوداني اه لما مشيت من النادي في الفين واربعتاشر كان بداية ان انا اشوف الحياة فعلا اللي انا بحبها ايه حلو طب والنقلة دي كانت يعني كانت سببها ايه يعني ايه 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 اللي جيه في الدماغة مادرنا حيث ان هو كفاية بقى كده جو الاداري ده خلاص انا لا مش بتاعي انا عايز ابقى مدردي وليه ما كانش من الاول الاول كان اختيار النادي وان انت كان الاختيار ما بين لو انت قادر تلعب وهتروح تكمل اللعب مفيش مشكلة لو انت واخد قرار ان انت تبطل واستكفيت بكده من اللعب وتكون موجود معنا في النادي الاهلي فانت مكانك موجود مساعد مدير الكورة في النادي الاهلي وكان في الوقت ده التخطيط ان انا اكون مساعد لكابتن حسام البدري لما اعتذر تريبا ميستر فنجادة كان هو اللي هيجي مدير فاني موسم 2009-2010 وبعد لما عمل المؤتمر الصحفي ميشي واعتذر قدم اعتذار بقى كابتن حسام البدري مدير فاني للنادي الاهلي في الوقت ده جي كابتن هدي خشبة مدير كورة شوية التفكير وبركاته الوقت غير يعني انا خلاص كنت الاول داخل اساعد الكابتن حسام وبعدين هتتعلم في خلال بقى على حسب اللي تقلب الزبط على قد ما انت هتتعلم او هتعرف تتعلم بسرعة انت اللي هكون القرار يعني سهلي يعني بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة على حسب الخبرات اللي انت تكتسبها في المكان ده انا اشتغلتها سنة حسيت برضو ان انا نفسيا مش مظبوط مش في الاداري لا ان انت صعبان عليك ان انت طريق التبطيل ان انا بطلت وانا مش هادر ان انا اكمل يعني تجد اصابة في اصابة تانية اه مظبوط اخترت او كلمت مع كابتن هادي وهو اللي بلغ طبعا في الوقت ده لجنة الكرة كابتن حسي وكابتن خطيب ان انا عايز انزل اشتغل في قطاع الناشئين انا خلاص بدل الترتيب ان انا بقى اداري انا عايز اجيب الموضوع من السل من الاول انزل بقى اتعلم اكتر تحت والمساحة تحت هيكون فيها شغلة اكتر ايه بعد اربع شهور كابتن حسام البدري اكلمني كده انا خدت موسم في الدرجة الاول اخد بالك تسعة عشر في الوقت اللي قلتلي فيه انت فينك في قط اللبس انا بيتل يا بركات وبيتل يا كتة انا كان نفسي تبقى موجود معادي دلاله في قط اللبس عشان اكمل ولا كده لا يعني بس عندنا كواليس كتير مش لازل الفاصل ممكن نفكر بعد وصلنا لمدير كورا اكتسبت الحمد لله فضل ربنا خبرات كويسة لما كان فيه رخصة للجزء الاداري ده انا رحت خدت الرخصة سيل الاداري وبعدين طلعت مع كابتن حسام بعدين رجعت تاني طلبني تاني ككابتن هادي رجعت مع كابتن زيزو مرة تانية المرة دي بقى نائب رئيس قطاع الناشئين يعني فيه جزء فني وجزء اداري كابتن زيزو ما عادش في فترة كبيرة تريبا شهر او شهرين وقدم استقلته وبعدين جي كابتن محمد عامر كان منا 3 سنين في قطاع الناشئين من افضل 3 سنين اللي قطاع الناشئين في النادي الاهلي في الوقت ده أنا دخلت مننا بقى أنا كعماد اللي بحب التدريب دخلت الرخصة C تدريب ودخلت الرخصة B تدريب عشان أشوف نفسي أنا هادر أكمل ولا لا النالة ما كانش مترتب لها في الأول يعني أن أنت خلاص طول ما النادي بيفكر أن أنت في الكارير الإداري أنا مكمل أنت ماكملتش الفترة كلها تقريبا في المريخ السوداني مع كابتال لا 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 مشيت في نص الموسيقى مشيت في نص الموسيقى